السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مرة تانية على سناء الهيد دلوقتي معدنا مع بورت 2 ريفيجون ساينس كريت 4 خليكم معنا هنا هنشرح الديجيستف سيستم بس بريفلي طبعا الديجيستف سيستم بيبقى مقسوم لتو مين بورت اول حاجة هنتكلم على الديجيستف كانل وده بتبتدي بالماث واندس انس وطبعا مرورا بقى بالبورت الثانية اللي هي زي الفارنكس والفارنكس بنقول انه هو common cavity بين الديجيستف سيستم والرسبيراتوري سيستم هنتكلم على الاسوفيجس ودوت عبارة عن تيوب بتوصل بتوصل من الفارنكس لحد الستومك والستومك طبعا اعرفين انه هي بيحصل فيها الديجيشن للبروتين وبسيكريت حاجة اسمها لو هتكلم على سمول انتستن هلاقيها مقسومة ل اول بورت اسمه والبورت التاني اسمه بعد كده بتيجي معنا وعندنا وقلنا اسمها انوس طيب لو هتكلم على حاجة اسمها ديجيستف كانال سبليمنترز هلاقيهم اول حاجة ودي بتبقى ثري بيرز وهنتكلم عن الليفر واحنا عارفين ان الليفر ده بيه سيكريت حاجة اسمها بايل جوس ودي بتعمل بتحول الفات انتو فاتي ايمولشن وهنتكلم على البانكرياز اللي هو سيكريت البانكرياتيك جوس لو اتكلمنا عن الباضي هنلاقيه بيتكون من سيستمز وايج سيستم كونسس اوف جروب اوورجنز الاورجنز معمولة من تيشوز والتيشوز كونسس اوف جروب اوف سيلز ده يخليني اعرف ان السيلز عبارة عن حاجة اسمها انيمال سيل وحاجة اسمها بلانت سيل طيب خلينا نشوف لو خدنا اول حاجة بيبقى الفود ده بنعمله في الماث وبيبقى ميكسد ويه السلايفة السلايفة دي بتعمله ايه؟ بتحول انتو شوجر يعني سيمبل دايجيشن اوف ستارج طيب بعد كده بيبقى وقلنا هو كومون كافتي يعدي بعد كده على الاسوفيجس نروح بالاستومك اللي هي بتعمل طيب ليه استعملت كلمة انكمبليت لان الكمبليت دايجيشن كلنا عارفين ما بيحصل فين في السمول انتستن لو اتكلمت على السمول انتستن هلاقي لها انها اول حاجة تاني حاجة بيحصل تاني حاجة بيحصل تاني حاجة بيحصل اكسكريشن اوتسايد بادي ما اقدرش استعمل كلمة اكسكريشن لما يعني على وجه التحديد هي هنقول اكسكريشن اوتسايد بادي لان كلمة اكسكريشن معناها ان هي لازم تعدي ثرو حاجة اسمها بلازمة من برين مش مجنة دلوقتي يبقى هي بيحصل فيها ستورج where we get rid of the waists outside the body لو هتكلم على الريس بيراتوري سيستن هلاقي ان الباسج بتاعت الاير بتعدي الاول على النوز وطبعا كنا قلنا ان الريثينج ثرو نوز preferable than mouse عشان النوز ديت بتبقى وبيبقى فيها هيرز برضو طيب هنعدي بعد كده نتكلم على الابيجلوتس والابيجلوتس ده فايدته ان هو بيعمل لالتراكية او ده بيمنع ان بارت او فود انها تدخل جوه التراكية لو هتكلم على الارنكس طبعا الارنكس دي هي بيبقى جواه حاجة اسمها الفيبريشن بتاعتهم هي اللي بتخلينا نعمل الساوند اللي احنا سمعينه دوت لو هتكلم بعد كده هتكلم على كل برونكاي بتبقى متقسمة لبرونكيولز صغيرة وكل برونكاي بتبقى دخلة على من الموجودين زي ما احنا شايفين طيب عندنا للسائلين الفارنكس ده ده الديجستف سيستم مكانه في الابدومين الكافتي باطل الريس بيراتوري سيستم مكانه في الشيست كافتي او اسميها ثراسي كافتي الريس بيريشن بروسيس بتبقى هي نفسها مقسمة لتو بروسيس اول حاجة انهاليشن وكلمة ان يعني انسايد عندي الار اللي بيدخل ثرو الريس بيراتوري سيستم ده بيبقى اير ريتش ان اكسجين والاكسبلد اير يعني الاكسهيلد اير بيبقى ريتش ان كاربن دايكسايد وووتر فيبر طيب لو هتكلم على حاجة بقى يعني جانبية كده ازاي بقى اعمل تست للبريزنس او كاربن دايكسايد ده بيبقى يوزنج لايم ووتر اللي هي بتبقى كلير ولو فيه كاربن دايكسايد بتبقى تشانج انتو ملكي او تربط طيب ام ازاي اعرف ان الاكسهيلد اير ريتش بردو ان ووتر فيبر بيقولك تعمل بريزنج او اكسهاليشن على ميرر لانها كولد سير فاس فهيحصل كوندنساشن للووتر فيبر وبتقدر تكشف عليه ان انت بتستعمل انهايدرس كابرسالفيت انها بتتحول من الوايت بتتحول للون البلو طيب ام اتكلمنا برضو فيه حاجة اسمها دايفران ماصل ده ليه رول مهم جدا في ال وهنشوف دلوقتي البلانت سيل نتكلم عليها برضو البلانت سيل ام والانيمال سيل تركبتهم متشابهة في حاجات وعندنا تلاتة ديفرونسز او اتنين ديفرونسز خلينا في المنهج اللي علينا خلينا نقول اتنين ديفرونس بس على قد المنهج البلانت سيل بتبقى كاراكترايز باي بريزنس وفي حاجة اسمها سيل وول وده اللي بيخليها ريجد واخده الاسبسيفيك ستركتر زي ما احنا شايفين وبيخليها يعني بيعمل لها سابورد او انكر البلانت سيل طيب وين يوكلياس دي المايسترو هي اللي بتتحكم في البيولوجيكال بروسيس وهي الريسبونسيبول فور سيل ديفيجن لو اتكلمت على البلازما ميمبراين لازم افتكر انه هو دوت اللي بيعمل سيليكتف برميابيريتي يعني بيسيب مواد معينة او المنطس معينة انتر زي سيل وحاجات تانية لو اتكلمت على السيتو بلازم وهقول انه هو الفلويد اللي فلز السيل فروم انسايد والسيل كومبوننس او ساسبند ان ايت والبيولوجيكال بروسيس كلها تيكس بلايس ان ايت طيب لو هتكلم على هقول انه هي فوتو سينسيز ديو تزا بريزنس اوف اللي هي بتعمل ايه بتعمل ابزوربشن للسان لايه يبقى من كلامنا كده الحاكتين المختلفين بين الانيميل سيل والبلان سيل ان البلان سيل ها في الانسايد عندك النيوكليسiant المايسترو هنا عندنا سمول كانت في البلانساسsehen كبيرة جدا اه بكلمنا برضه وانليستفونكس و عندهاسوع by presence of cell wall وعندها nucleus طبعا والسيتوبلاز ما أكيد suspended فيه كل cell components دلوقتي فيه diagram بيتكلم عن photosynthesis بطريقة سريعة الحاجات اللي هي necessary factors for occurrence of photosynthesis كانت sunlight والcarbon dioxide water and mineral salts كلام ده كله بيستفاد منه وبيقدر يعمل sugar أو starch ممكن تسميه glucose ممكن تقول C6H12O6 زي ما أنت عاوز وبيحصل release للأكسجن لو هتكلم على comparison between producers الخانة الأورانيتي producers versus consumers will decompose the plant ده example على producers اللي هي can make their own food by themselves by photosynthesis process وفيه برضو عندنا some green algae عندنا some types باكتيريا الكونسيومرز ديت living organisms بتبقى depend on the producers سواء directly يعني ممكن تكون plant eaters زي الربت مثلا أو indirectly يعني ممكن تكون زي اللايون مثلا اللي هو بيعمل nutrition بتاعت انهو مسلا ياكل اي بري زي deer أو rabbit أو whatever لو هتكلم على decomposers وهم living organisms help us to get rid of dead bodies ولوا لهم كانت earth covered by dead bodies هما فايدتهم من هما بيعيدوا المكونات أو components بتاعت dead bodies to do work وإحنا عارفين ان كان في حاجة اسمها law of conservation of energy ان الانرجي بتتحول من form للتانية لكن مش بتختفي طيب يبقى لو هتكلم على conversion من type of energy لanother type كان عندنا electric fan دي بتحول اليوز the energy كانت electric energy هتحول لkynetic والelectric lamp كانت electric light عندك table simple وهو وبسيط تقدر تبص فيه لو هتحتاب طيب كلنا عارفين ان هفتكر تاني كان عندي حاجة اسمها mechanical energy والmechanical energy دي كانت عبارة عن الـ sum بتاعت potential energy والkynetic energy آخر لسن في grade 4 كان بيتكلم عن electricity وكان بيقول لي ان هي two types عندي حاجة اسمها static electricity ودي كانت arise by rubbing يعني عندي two surfaces rubbed with each other فبيحصل ان عندي charges بتتكون وتفضل remaining على object زي ديت كان عليها example اللي هو vision of lightning in the sky وبرضو لما تيجي during changing your closet تسمع sound عندك standing of your hair while camping your hair using plastic camp كان عندنا dynamic electricity dynamic electricity اللي هي الكهرباء اللي عندنا في البيت مشكل بيها كل electric devices ولما كبرنا عرفنا ان electricity بتحصل ان عندي movement of electrons أو negative charges throw connector أو wire اه اتكلمنا على حاجة اسمها electric circuit وقلنا ان هي closed path of electric current وال electric circuit كان simple electric circuit كان متكون من battery ولام connecting wires و switch أو key اللي هو control opening and closing the electric circuit وكان بيكلم على methods of decreasing consumption of electricity ان انا اقدر استعمل حاجة زي solar cell عشان احصل منها على electricity وكان بيقول turning of lamps while leaving the place turning of all unused equipment بكده نكون وصلنا لنهاية منهج ربعة اتمنى اكون اختصارت على قد ما اقدر لو عندك اسئلة سبها لي تحت في comments اي اقتراحات تحبوها ما فيش اي مشكلة كتبوها لي برضو تقدر تتواصل معي برضو على قناة telegram اتمنى لكم التوفيق واتمنى يكون عند حسن ظلكم انشاء الله اشتركوا في القناة